بمناسبة مرور 13 سنة على وفاة المشير الركن حابس رفيفان المجالي تم عرض فيلم مبارح بهاي المناسبة بيحكي عن اسم الفيلم حابس المجالي حكاية البارود والهيل معنا لانا السعيد مساعدة مخرج أهلا وسهلا فيكي ومهند المجالي مدير متحف حابس المجالي أهلا وسهلا فيكم يعني حلو كتير نستذكر رجالات البلد اللي قدموا للبلد وكانت فكرة رائعة أنه نبلش بالمشير الركن حابس المجالي رحمة الله عليه فممكن تحكينا عن فكرة الفيلم من وين أجات يا لانا؟ فيلم المشير حابس المجالي هو كان بداية لحتى نوثق فيها رجالات دولة مروا للأسف عمال بعض الأرث الجميل عماله يغيب عن أذهان الشباب اللي موجودين أو حتى في الثقافة اللي موجودة عنا فكان لازم توثيقها طبعا هذا الشكر بيرجع لمتحف المشير حابس المجالي اللي هن قرروا أنهم هن يوثقوا هاي المرحلة وساعدونا وكانوا هن أساس بهذه الفكرة اللي إحنا نفذناها وقررنا أنها تكون موجودة بداية لإلنا حتى تكون البداية مع المشير وإن شاء الله حيكون في وصف التل حيكون هزاع المجالي وإن شاء الله حيكون في أشخاص آخرين بإذن الله إن شاء الله أستاذ موناد يعني اللي بفتح الكمبيوتر هلا إحنا الإنترنت هو مرجعنا الوحيد منلاقي فيه تضارب للأسف تضارب كبير يعني في مواقع كتير محترمة بتواريخ مثلا وفاة تواريخ ميلاد ومرات حكاية وقصص حكاية وقصص فكيف أنتوا قدرتوا يعني جمعوا معلومات صحيحة وتصيروا أنتوا المرجع هلا أول شيء اللي يصابحكم بالخير وشكرا لكم لها الاستضافة بصراحة بصفتي قريب للشخصية من ناعية الدم اللي بتحكي صحيح في مواقع النت للأسف الشديد الناس بس بترجع للنت فيه معلومات مغلوطة كثيرة سواء لشخصية حابس أو عن الأردن أو عن تاريخ بشكل عام إحنا بالمتحف منما أمر جلالة الملك في إنشاء متاحف للشخصيات الأردنية اللي تحاكي مجتمعنا المحلي وتبث الروح الوطنية فيهم وتعززها من مجدد لأنه إحنا بهذه الفترة ولكنا بنعرف إنه إحنا نفتقد للروح الوطنية اللي خلينا نحكي تكافح على هالإشي اللي بيجينا بسبب التطور والتكنولوجي بس بصراحة جهود شبابية يعني ريتا برودكشن قدموا إشي عمل يكاد بدون مقابل يعني يكاد لا يذكر يعني لأنه لما نحكي عن شخصية زي حابس أو وصفي أو هزاع بصير في عند الواحد يعني همة للعمل بأقصى الحدود يعني صحيح الفترة كانت قصيرة إن شاء الله السنوات القادمة بتعاونكم أنتو الجهات الإعلامية اللي المفروض يتعزز هاي هاي الأسماء وتوثقها لأنه إحنا نفتقد للتوثيق بالأردن لهذه الشخصيات لكل مسيرتها يعني صحيح لانا نحكي عن مدة تصوير الفيلم قديش تحمل؟ هلأ قبل التصوير في عنا مراحل إعدادية يمكن هي اللي أخدت الوقت اللي أكتر شيء كانت زي ما حكالك قبل شوي مهند المشكلة في المعلومات هلأ بعدم موجود المعلومات فكان لازم نرجع للأصل يعني فكان في أماكن نستسقي منها معلومات أول شيء من المتحف كان عندنا الأوراق الوثائقية طبعا اللي هي أخدناها من الكتب من القيادة العامة أخدنا من غير هيك نزلنا على أماكن الموجودة تعرفين يعني الأشخاص اللي عاصروا هن الأشخاص اللي هن بيعرفوا عنه الأكتر فنحنا سوينا جولة قبل التصوير نزلنا فيها الكراك نزلنا فيها الغور طلعنا معاني طلعنا للقطراني نزلنا الصلط أعرفنا معلومات اللي هي من أهل الأشخاص اللي شاركوه وعاشوا معاه بعدين تم كتابة النص اللي هو طبعا محمد ساهر الطراونة وإعداد زميلنا صدام راتب المجالي هن أخدوا المعلومات الأساسية وبلشنا عليها بناء السكريبت الأساسي تم رسم رينينج أوردر وطبعا بيرجع الموضوع مخرجنا صحيب الشايب سوينا هذا الترتيب بلشنا التصوير التصوير أخد معنا أسبوعين بما أنه معلوماتنا جاهزة وموعدنا كانت جاهزة حدا من الشخصيات الحقيقية شاركت بالفيلم اللي عاصرت المشير فيه طبعا شخصية مهمة اللي هي الشخص حارب معاه هو الأستاذ اسماعيل سعودي هذا الشخص كان هو مشارك في اللطرون وباب الواد حكالنا بالضبط المراحل اللي مرت فيها المعركة يعني كان يمكن هو أكتر شخص إحنا عادنا معاه يعني الزيارة الأولى كانت عنده يوم والزيارة التصوير كانت عنده يوم المعلومات لأنها اللي موجودة عنده مش موجودة عند حدا يعني إحنا منسمع أدي الأردن هي كانت يعني مثال كل يحتدى به في هذه المعركة فنحكي أنه انتصار انتصار الأردن بس لشخص يحكي لنا شو اللي صار أدي المخاطر اللي هن تتعرضوا لها أدي كان أعدادهم يعني هنا عم نحكي عن ألفين شخص أربعة آلاف شخص كانوا عادي عم بحاربوا ضدهم وقدروا ينتصروا وأدي كان هو يعني سبب ودافع أساسي كقائد حكيم أن هو يشجحهم على هذه الحرب حلو حكتيني قصة كتير حلوة في أنا وشاركني كتير ناس لأنه ما عنا زي هيك موجود بالتوثيق بالإنترنت ولاته كانت في سجن معان وأنا سألتك والده يعني ليش من معان تلي والدته كانت مسجونة أهلا هو ابن بندر بندر المجالية الأم الحانية في أثناء هبة الكرك على هيئة الكرك أو ثورة الكرك على الحكم العثماني وسياسة التتريك والتعداد اللي درسناها كسياسة التتريك وصلنا للثورة العربية الكبرى لكن في سنة 1910 قامت رجلات الكرك ونساءها على الحكم العثماني وتم ملاحقة نساء الكركيات وكانت أول سجينة سياسية في الأردن أمه فهو دائما فيه له مقولة عن نقلا عن علي بنوار قال أنا سجنته قبل ولادتي بثلاثة أيام يعني هو دخلت فيه بالسجن وهي في آخر أيامها بدها تولده فعشانيك سمي حابس لأنه ولدت في الحبس يعني اسمه فمن بداية قصته في عظمة في الموضوع فمسيرته كلها من بدايته إلى نهايته مسيرة حافلة وواجب علينا جميعا أن هذه الشخصيات نخرجها للعالم بطريقة ثانية لأنه الجيل الجديد ما بيعرف هين هذا لا أكيد ما بيعرف وللأسف الشديد هاي يعني ما شاء الله عليك مثيعة وقناة ما بنعرف تلك تعرف اسم حابس ما بتعرفي ليش اسمه حابس لأنه إحنا دائما إحنا بالحفل المبارح ركزنا على الحياة المدنية وحياته العشائرية خلينا نحكي لأنه دائما حياة العسكرية موثقة دخل الجيش سنة 1932 حمر رقم 47 لكن حياته الخاصة ولادته نشئته ما كانت مش مسلط الضوء عليها فإحنا تعمدنا مبارح مع كمان مساعدة ريدا برودكشن الشركة كاملة مكثورين الخير إنه نسلط الضوء على هاي الحياة لأنه على هاي المرحلة لأنه تاريخ يعني للعرب كلهم حق يعني للأردنيين والعرب كلهم لازم الكل يعرف أكيد صلط الضوء على حياته الشخصية قديش هو مرهف الحس وقديش هو كان شاعر كمان بالضبط هو يعني الفيلم إجا بطريقة لحتى نوثق في هاي الأمور هو الشي اللي هو دوكو دراما أو دراما التوثيقية المعلومات اللي كانت موجودة فيه لحتى نقدر نوصلها دايما الحكي أو المقابلات الرسمية ممكن تشدك بس لما تشوفيها عم تتصور قدامك رح تاخد معاك منحة أكتر رح ترسخ أكتر لهيك كل الأشياء الإنسانية اللي تم فيها التصليط الضوء على حابس تم تمثيلها بأشخاص موجودين يعني ولادته نحنا صورناها بالسجن زي ما قلت لك نشأته كيف هو طلع من الكرك وصولا للسلط مرورا بالقطار لحتى يتعلم برضو تمثيل نشأته الشعر محبته الخيل أدي هو كان يحب يركب خيل أدي كان هو يحب يكون شاعر هاي كلاياتها ركزنا عليها بطريقة اللي هي الدوكو دراما اللي هي الدراما التمثيلية اللي كانت موجودة ما بعرف إذا التريلر جاهز نعرضون نشوف مختطفات من الفيلم هذا الفيلم بتفكروا تعرضوا بمحلتين لازم يعني يلف هذا على الأردن كلها مش لازم يقتصر على مكان لكل مؤسس إعلامي يعني إحنا مكثورين الخير لشركة ريتا برودكش مش نفكين حتى في عوائد من خلال الفيلم يعني هو حق لكل المؤسسات الإعلامية ولكل شخص في الأردن لازم يحضروا يعني لازم يتصدر ينحضر لأنه قائد عربي انتصر في ظل ظروف بسيطة ومعطيات قليلة جدا وكانت كان الانتصار العربي الوحيد في هذه الفترة يعني سرية قايدها حابس تقش الأخضر واليابس هاي من مقولة إحدار فأرفاق السلاح للمشير رحمة الله عليه هاي أغاني نساء القدس نساء القدس يتغنوا في الجيش لأنه بفترة الحرب هاي كانت إسرائيل وصلت لمرحلة أنه اليهود الجيش الإسرائيلي فيه انكسار فطلبوا الهدنة وكانت قيادات الجيش العربي إنجليز فصار الترتيب بأنه لازم يكون فيه هدنة بعث القصيدة الأجمل اللي هي رد فيها لكلوب باشا قالوا ما ريد أناهد نتنيا كلوب خلي البواريد رجادة بيوم أنقذ بحر الشوب والنار بالجو وقادة خلي صهيون يحسب لنا محسوب إنا على الموت والرادة صهيون يترك لنا المخصوب وبعد عن القدس وبلادة يعني كان رده رد أردني بده يحرر صحيح حتى بعض أشعاره غنتها الفنانة الكبيرة ساميرا توقفيغ يعني من أجمل أغاني الأردنية هيك الأصيلة متحف حابس المجالي ايش بضم؟ بضم أجمل سيرة لقائد عسكري لازم يعني يضم مراحل حياته كاملة مقتنياته الشخصية كمان؟ مقتنياته الشخصية بعض الأسلحة العسكرية اللي كان شاركت في باب الواد بلا ترون مشكورين من قيادة القوات المسلحة ما قصروا يعني في الشغل معنا بضم مجموعة من الكتب اللي بتحكي عن التاريخ العسكري الأردني وعدة برامج عمل بتحاكي مجتمعنا المحلي بتحاكي طلبة بتحاكي طلبة من الصفوف الأساسية لأنه زي ما حكينا لازم نرد نبث المعلومة ونبث التاريخ في عقول شبابنا والأجيال القادمة لأنه قصص رائعة يعني والمفروض أنه تترخ وتتوثق بالشكل السليمي بفتح أبوابه يوميا؟ نحن بعشرة ستة إن شاء الله الافتتاح الرسمي للمتحف نحن بعيد الجيش إن شاء الله سيكون إهداء للوطن ما زال العمل بالمراحل النهائية إن شاء الله يعني بعشرة ستة بتكونوا حاضرين ونشوف مع بعض كنا شو رح يطلع عمل إن شاء الله إن شاء الله لانا زي ما قلنا مسيرة المشير حابس المجال اللي رح مطلع عليه هي أولى إنتاج أولى إنتاجكم لرجالات البلد بعد هيك عم بتفكروا قريبا ننبلش بال إن شاء الله هو ريتا بروداكشن طبعا ممثلة بشايماء السيد مدير عامها فكرة منهجية أو المسئولية الاجتماعية اللي نحن منمشي فيها اللي هو لازم نعمل شيء أو شيء يخدم الوطن يكون حامل رسالة قدي نحن مندور على مواضيع يمكن شفته كان هو أول عمل إجادوري وكمان إلو علاقة بالتوعية المجتمعية كأي شركة إنتاج أو كأي أشخاص شباب قائمين على أي عمل فني يفترض يحمل رسالة حتى نقدر نوصلها ويكون هو يستند على الشيء يعني هدلاك الأشخاص عملوا شيء للوطن إحنا شو بنا نعمل؟ هذا دورنا لازم نحن نسوي أشياء تعمل تخدم وطننا لحتى نكون في يوم من الأيام أسماء يذكروها يمكن يتذكرونها لا إن شاء الله نحن متشكرين لكم كثير على هالجهود الرائعة وهذا توثيق التاريخ يعني هذا إن شاء الله تكون بكورة توثيق التاريخ الأردني نحن في المتحف جاهزين للتعاون لأي شخصية أردنية أو عربية يعني نشارك في جمع المعلومات والتوثيق بس أنا بدي أحكي لك كلمة أخيرة يعني هذا الفيلم هو ملك للجميع زي ما هو حيلف كل الأماكن نحن كمان مقررين أنه يكون ملك لقنوات لحتى يكون وإن شاء الله سيكون على قناتكم قريبا بإذن الله نتمنى تعرضوا شكرا أكيد شرفنا أنه نعرضوا لانا السعيد مساعد مخرج لانا السيد شكرا لإلك مهند المجالي مدير المتحف أبس المجالي شكرا لألكم يعطيكم ألف حافظة شكرا لك